قال رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين يأمس الأحد في مقابلة مع شبكة ABC إن الصراع الروسي الأوكراني لا يزال أمامه طارق طويل وقال كلاين إن تقليص الجيش الروسي للعمليات العسكرية على جبهات متعددة في أوكرانيا هو في الواقع إعادة تنظيم للجيش لإعادة انتشاره في شرق أوكرانيا وأشدد كلاين على أنه نظرا لتعقيد الوضع الحالي ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة وبحسب وكالتي سبوتنيكا الروسية قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين في نفس اليوم إن الولايات المتحدة تعمل بجد لتعزيز العقوبات الحالية على روسيا وفرض عقوبات جديدة عليها في اليوم نفسه أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مقابلة مع وسائل الأعلام إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا في وقت قريب وستستمر في الضغط على الكريملين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكل من حوله